نبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بقتال الكفار بدأ أول ما بدأ بدعوة الكفار إلى الإسلام وإذا لم يقبلوا الدخول في الإسلام كانوا يبقوا تحت الدولة المسلمة تحت خلافة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاتلهم نبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الكفار من النام ولهذا دعاهم إلى الإسلام وأمرهم بالدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لهم كل خير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل النساء نها عن قتل النساء وقتل الأولاد والعباد وكبار السن والمرضى والمجانين نها عن التخريب عن قطع الأشجار عن الحرق قتل الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس خلقا كان عليه الصلاة والسلام يكثر التعبد لله سبحانه وتعالى لا ينتقب لنفسه يعني لا ليس لديه حظ لنفسه دائما يتنازل عن حقوقه لا يطالب بحق من حقوقه لا ينظر إلى الدنيا يفكر فيه ما عند الله سبحانه وتعالى جعني لا يدرك لديه من realistically كذلك للعبادة